كابتن سيد من وجهة نظرك ايه المشاهد او ايه التغيير اللي حصل بعد مباراة الساندونز ان انت خلي بقى لك انت اما تبقى كبيرة اسلام واما تحس ان حد جاء على كرامتك شوية ايوة بيبقى لك رد فعل يعني انت فاين انت متحبش حد يجي على كرامتك وده اللي حصل امان ان الناس كلها في النادي حسيت لا فيه حاجة مسفتنا فلازم بقى فيه رد فعل فرد الفعل اذا ان انت تاخد البطولة انسى كل اللي حصل بقى في البطولة انت خلال اتحققت المكسب الكبير انت الفرقة الاحساب فافرق انت الفرقة الاجمت في الوقت الحالي في النسائجات انت اجاكم البطولات اللي انت بتحققها فانا بشوف لا يعني من بعد المطش ده اما قرامتك اتمثت شوية لا انت قال ليك رد فعل كبير والانديك كبيرة بقى مانة في العالم كله كده لازم يبقى ليك رد فعل قوي ما انفعش الامور تعدي بقى امر طبيعي لا هو مش امر طبيعي ان النادي يخسر مش امر طبيعي ان النادي يخسر بقى هزيمة كبيرة فكان رد فعل بقى امانة من كل ناس من زي موطلة الجمهور ام بذوروا المسؤولين في النادي اموا بذورهم ومساندوا اللعيبة بشكل كبير واللعيبة كمان في نفس الوقت امانة كل اللعيبة مستويات مختلفة تماما من مباراة القطمة لحد مباراة النهاء في لعيبة كانت مرت بفترة وحشة جدا قبل كده اللعيبة دي كانت مؤثرة في البطولة امش عايز اقول الامثلة بس في الناس لازم تاخد حقها يعني احسين الشحاء واحد من الناس اللي لازم تاخد حقها في لعيبة مسؤولة جوال ملع محمد هاني بقى لعيب مسؤول علي معلول هو اصلا عنده المسؤولية من قبل كده بقى تميزه خلال المراحل النهية في البطولة برضه فانا بشوف لا يعني انا بأمانة من الحاجات اللي الواحد يعني بطولة افريكا يخلي مالك هاتف وانت بتلعب يعني اكيد انت فاكر ايامنا احنا كنا بحث ان عادي بتاخد البطولة والامر عادي اه لا الموضوع مختلف دلوقتي تماما زمان كت حاجة ودلوقتي حاجة تانية اه انما انا دلوقتي بأمانة يعني البطولة دي اللي هي فرحة يعني هي فرحة كبيرة يعني الواحد حاجة فعلا ان ده حاجة مميزة